تغليد صفية 58 سنة مولودة في حسن دعي المطلقة أملي ابن في عام 34 سنة مقيمة في القابو هذا مدة 49 سنة في بلدية مقارية دائرة حسن دعي الساكل الذي أقيمه فيه الساكل عائلي مستأجرين عند الخباس لمدة 49 سنة دورف القاسية يعني كما أقول إحنا يا دورف غرفة واحدة أنا والابنتين أعزكم الله يعني كما أقول إحنا يا صانيتا حاشاك يعني مع الجنة الكوليكتيف بلوس المعتاني كوليكتيف مع ناش حالة مزرية حاشاك الجبتان وما كملوش لقدرت طالب ساكن اجتماعي ولا مستفيد منه باش نبير لديال ولا نبديال آخر ماليش خدامه معنيني لو فيش دباني وعلي والابن غير كما ما بدا خدمتها بس كو كان يقرار ذاكي أنا نطلب من سلطة المعنية أول من رئيس بلدية ثاني رئيس دائرة أولو علي ولاية الجزائر ووزير السكن يشوفوه ويخدو بنعيني احتبار الحالات نساء المطلقات اللي انتخاب واجب وطني قبل كل شيء ما رح ليش الآمل تنك الجزائر وقفها برجالها ونسائها كيما وقفوا البارح كيما نوقفوه احنا تاني حتى ولو ما عندي ولو معنيني عامل نسكن ني ولو ونفسح ننتخب بس كو هدا واجب وطني الجزائر ما قدوش نغيرو الوطن معناش ام واحد اخرى الجزائر هي امنا ونعني من عائلة موجهدة وشو هادا موسيقى موسيقى بSpawel بدايه اهلا الوطن الوطور موسيقى تغيير كون تغيير مصلحة الشعب قبل مصلحتهم الشخصية هذه اللولة وتاني كما نقول إحنا إن شاء الله بيجي بالخير وخلاص مصلحة البلاد والعيبات هتامية